موسيقى موسيقى جديدة من أخبار السباح لليوم الأربعة 19 لسان اطلاق خطة لوضع سيرة ضنية الغنية بطبيعتها على خارطة السياحة اللبنانية الفنانة شعطال بيتار تغني نجاح سلام ضمن سلسلة متروفون وغير من التقرير أما تجوفنا على اليوم فهنا رمزة حوت نائبة رئيس جمعية زونتا كلوب في بيروت لنحكي معها عن حملة ترميم الثدي للسيدات يلي سبقوا وعانوا من مرض سرطان الثدي وأيضا دكتور أولغا نحاس أخصائية بأمراض الحساسية والمناعة لنحكي معها عن الحساسية الجلدية قبل كل هالمحطات مننتقل لمصلحة الأرصاد الجوية اليوم معنا مدام مونة عمر العزة صباح الخير صباح النور كيفك اليوم؟ ماشي الحال الحمد لله كيف كنتم؟ الحمد لله تفضلي بشكل عام هو الثعثة بيها يمبي سيدة عن الحوض الشراء المتوسط اليوم رح يكون غائم جزئية مع استقرار بدرجات الحرارة بكرة كمان قليل الغيوم لغائم جزئية مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورطوبي من خفضة الجمع قليل الغيوم لغائم جزئية مع ارتفاع إضافي ومضحوظ بدرجات الحرارة وبتظل رطوبة منخفضة الحرارة على الساحل بين 21 و 22 على المرتفعة من 8 إلى 19 الأرز من 5 إلى 14 وبالبقى من 8 إلى 23 ريح سطحية جنوبية غربية لغربية سرعتها بين 10 و 35 كم بالساعة الرؤية جاية للرطوبة على الساحل بين 60 و 85% البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة الماء 19 درجة وقت ارتفع الحرارة بالأيام اللي جاية بكرة ممكن رح نحس بالفرق يعني ايه اكيد هنحس بالفرق رح ترتفع درجات منيح يعطيك ألف عفشة نحن بكرة منحكيكم جوال صباح الخير صباح الخير جوال لألك وللمشاهدين اللي عم يتابعونا من بعد غياب عن الصدور بترجع اليوم الصحف طبعا بمناسبة الأعياد بترجع اليوم الصحف وأبرز عنوين بعض الحزات فإذا اليوم الأربعة 19 نيسان ومنبدأ مثل العادة مع عنوين النهار التأهلي يشطب اثنين وخمسين ألف مسيحي وستين ألف مسلم بالرئة البعض يطرح مشاريع يتعامل أصحابها معها وكأنها منزلة مصدر للنهار الاتصالات ستفضي إلى اتفاق ضمن أسرار الآلهة لم يعين إلى اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بديلة لريمة خلف التي قبلت استقالتها التي قبلت استقالتها في إدارة الأسكوة إثر التقرير الذي أثار ضجة بإدانته إسرائيل كان لافتا مشاركة رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن دون غيره من القيادات المارونية في الخلوة التي عقدت في الكاسليك على هامج جناز المسيح لا يزال معنيون يحذرون من الخطر الأمني الذي يشكله مخيم عين الحلوي رغم الاستقرار المشوب بالحذر الذي يسوده يسجل تراجع عدد تلامذة لبنانيين في المدارس الرسمية سنة بعد أخرى وتحول مدارس بكاملها إلى التلامذة السوريين نختم النهار بقلم سمير عطلة ضمن الافتتاحي ومقالب عنوان أفول الجمهورية الخامسة من النهار منتبع جولتنا مع لوين صحيفة الحياة متاس يسعى إلى ردع التهديدات الإيرانية أكد قبل وصوله إلى رياض أهمية إنهاء النزاع في اليمن في أسرع وقت تقدم الجيش اليمني في صعدة بدعم من التحالف استشهاد ضباط سعوديين بتحطم مروحية في مأرب توجه لتوسيع الحضور الدولي والإقليمي في مفاوضات أستانا وانتقاد روسي لتركيا اجتماع طهران الثلاثي تأثر بأجواء ضربة الشعيرات شكوك أوروبية في تلاعب بالأصوات المعارضة التركية تطالب بإلغاء نتيجة للسفتة شركات أمنية أمريكية في الأنبار تثير قلقا إيرانيا ما يتدعو إلى اقتراع مبكر لإسكاة معارضي بريكزيت بريطانيا تلتحق بموسم الانتخابات الأوروبية وختاما حماس تتشدد في شروطها لاستقبال وفد فتح من الحياة إلى المستقبل قانون الانتخاب على صفيح ساخن الكل مسؤول مؤتمر دار الفتوى الإسلام تحاور واعتدال والوفاق الوطني صمام أمن أطفال يعيدون في القصر عنوان الصورة الرئيسية في صحيفة المستقبل ومن تابع مع عنوين أخرى بوتين والملك سلمان والحريري يهنئون الرئيس التركي بنتيجة الاستفتاء ترامب لأردوغان لن نصمت أكثر تجاه الأسد الحريري نفتقدك يا باسل متاس سنوقف صواريخ الحثي الإيرانية مقتل شرطي وإصابة أربعة في هجوم قرب دير سانت كاترين في سيناء اليمن مقتل 12 عسكريا سعوديا في سقوط ياليكوبتر وبختم بقلم خير الله خير الله ومقالة لليوم بعنوان كم عبدالله الثاني على حق من تابع جولتنا وموصل إلى عنوين صحيفة الأنوار التيار الحر نعمل لقانون انتخابي جديد رغم رفض كل المشاريع مؤتمر إسلامي في بيروت لمواجهة التطرف المعارضة السورية تشكل مجلسا لإدارة الرقة بعد تحريرها واشنطن تلوح بالرد العسكري على تهديدات كوريا الشمالية وبقلم المحل الأسيسي المطلوب قانون انتخابات على قياس المشاريع لا الأشخاص المعارضة التركية تطعن بنتائج الاستفتاء وأردوغان يهاجم المراقبين الدوليين استشهاد 12 عسكريا سعوديا بينهم أربع الضباط بسقوط أليكوبتر علاوي داعش يسعى للتحالف مع القاعدة وبالأخبار الاقتصادية الرياض مراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات وبختم بقلم رفيق خوري سلطان باستفتاء صناعة ديكتاتور من تابع ومن بعد الأنوار اللواء وفي عنوين التأهيلي يؤد قبل أن يولد والخلافات تشل مجلس الوزراء باسيل يعود إلى التعطيل والمستقبل ترفض فيدرالية الطوائف وبر يستعد للمواجهة غارات النظام وروسيا تحصد أرواح المدنيين في أنحاء سوريا الأكراد يعلنون عن مجلس مدني في الرقة تمهيدا للفدرالة ترامب وبوتين يهنئان بالفوز وأوروبا تشكك حكومة أردوغان للمعارضة المسألة انتهت بدأ من الرياض جولة في المنطقة متاس يجب وقف صواريخ الحوثيين الأسرى يتحدون العدو في معركة الأمعاء الخاوية البرغوثي يقض مضاجع السجان والاحتلال يعزله بعنوين صحيفة البلد لليوم القانون يغرق في فوضى الصياغ والحكومة تمدد إجازتها مفتو لبنان ومصر والأردن والأزهر لفهم صحيح للإسلام تطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية اللبنانية الروسية الأوروبي يشكك في الاستفتاء التركي والمعارضة غاضبة اجتماع ثلاثي لتسوية الأزمة السورية وختاما هل يسقط النجم إلى الثانية أو تعاد المباراة جولتنا منتبعة مع الصحف بلغات الأجنبية وبترجمة لعنوين ديلي ستار لليوم الأفريقاء في سباق مع الوقت للوصول إلى قانون انتخابي قتلى وجرحة جراء هجمات في سوريا وبعنوين أخير قتيل وأربعة جرحة في هجوم على كنيسة سينت كنترين في مصر إلى عنوين لوريان لوجورة بالعنوين الرئيسي في القانون الانتخابي باسيل يستمر في تقديم الاقتراحات والباقونة يعارضون المعارضة التركية تحقق في نتائج الانتخابات وختاما اجتماع المجلس النيابي في 15 أيار سيكون أكثر حكمة من سابقها في 13 نيسان بعنوين صحيفة الشرق الرئيس يطمئن قانون جديد للانتخابات لا مجلس وزراء هذا الأسبوع ولا تمديد والانتخابات في أيلول ترامب يتعهد بمحاسبة الأسد ويتجه لخنق إيران السمنة تتسبب بالأزهايمر ارقدوا تطل أعماركم تعزيز التسامح والاعتدال والوسطية وبقلم عون الكعكي ضمن رأي الشرق رئيس الجمهورية مرجعية الجميع وبختم مع الأخبار الرياضية رونالدو يخرج بايرن ميونيخ ويوصل الريال إلى نصف النهائي من الشرق إلى الشرق الأوسط تشديد أمريكي على وقف صواريخ الحثي الإيرانية سقوط مروحية سعودية تقل 12 عسكريا في مأرب والتحالف يحقق ما هي تفاجئ البريطانيين بانتخابات مبكرة في يونيو خطة أمريكية من ثلاثة مراحل لوقف الحرب والانتقال السياسي مجلس مدني للرقة برئاسة عربية كردية أبرزها بين أنصار العباد والمالكي حروب الجيوش الإلكترونية تستعر في العراق وبعنوان أخير ترامب أشاد بمساعدة الصين في حل الأزمة الكورية ومنوصل إلى الجمهورية المحطة الأخيرة ضمن جولتنا على عنوان الصحف بالعنوان الرئيسي مهلة 15 أيار تضغط على الجميع لغز الطائرة الأمريكية في رياق سفيرة إسبانيا للجمهورية لضوء أخضر لإسرائيل لضرب لبنان ما جديد المشروع الأمريكي لمحاصرة حزب الله ماليا خطة أمريكية لتسوية النزاع السوري وبختم مع صورة رئيسية طار التأهيل فهل يحطوا الستين ومع صورة الجمهورية منكم ختمنا جولتنا على عنوان الصحف جوال بتلاقينا بعد البريك مع الأخبار التأفية والفنية خلوكن معنا